أصدر حكم بثلاث سنوات سجن منها عامين حبس نافذة وعام حبس غير نافذة بمعنى أنه سيبقى في السجن وهذه قضية واحدة ما زال عنده قضايا أخرى صحيح ربما أن الضغوطات عليهم خلاتهم من أنهم كانوا يطالبون بعشر سنوات وأقل الشيء كانوا يتحطوا على خمس سنوات خلاتهم أنهم يذهبوا إلى سنتين محادق اسمي اللي طالب بنهضة الجزائر بدولة مدنية بحرية الشعب الجزائري سنتين سجن نافذة وهو سجين وقضايا أخرى تنتظر فيه بينما ذاك رح نشوف أحد اللصوص الناهبين يحكمونه ست شهر هذا يدخل أصلا للحبس يعني اللي هو ماشر بعد شوية نشوفوها حي الله محادق اسمي وحي الله كل إخوان الأحرار في الجنوب كما في الشمال في الشرق كما في الغرب في كل مكان في كل قرية في كل مدينة في كل حي في كل شارع ما زال الأحرار يواجهون المافيا العسكرية بدرقهم الخاصة ما زالوا ثابتين ما زالوا صابرين رغم كل هذا الألعيب رغم كل هذا المحاولات ضرب الحراك من الداخل رغم كل ما يقومون به إلا أن فيه أنا على يقين أن هناك عدد معتبر من الحركيين ما زالوا ثابتين وما زالوا في اللحظة اللي يجيهم الفرصة سيخرجون وسيرددون مرة أخرى دولة مدنية ماشية عسكرية تبون مزور جبه العسكر مكاش الشرعية الشعب تحرر هو اللي يقرر دولة مدنية هذا الخوف هذا التخويف هذا التلاعب هذا الترهيب لن يستطيعون يستمروا فيه لن يستطيعوا خاصة خاصة مع ما يقومون به من أخطاء فادحة أيضا على السحة الدولية إذن شفنا أو أخبار تتحدث من أن رابح ماجر عمره 63 سنة وكان اشتهر في فترة خاصة في 86 ربما كان اشتهر بشكل كبير في البرتغال عندما كان لاعبا قبل أن يتحول إلى ناهبا من لاعبا في فترة معينة إلى ناهبا ثم باعتباره أنه مدرب للفريق طبعا كان ارتكب كوارث مع الفريق الوطني ولكن هذا مكنه من أن يصبح مع كبار الناهبين وكبار لصوص في الفترة بوتفليق وأعطيت لماجر رابح ماجر والبعض مقربين منه أيضا أعطيت لهم أراضي أعطيت لهم مصالح أعطيت لهم أموال أعطيت لهم طبعا لما كان في الفريق الوطني كان يغرف بلا حدود لكن هذا المرة جبدو له ملف فقط صغير حبه يشدوه من وذنه يعني والملف يقول بأنه نهب عشرات الملايير في مرة ذكروا 300 مليار ولكنهم عادوا تراجعوا قالوا 30 مليار ربما كالجهة قالت لهم لا خفوا شوية نقصلوا نحولوا سفر خلينا نتكلموا على 30 مليار فقط لو يكون فقط 30 مليار يعني بسعر السوق فيما يعادل مليون ونص يورو يقولون أنه نهبها ماهوش فقط من كان عنده جريدتين واحدة يسموها البلاغ واحدة يسموها البلاغ الرياضي واحدة تصدر في العاصمة يبدو بلاغ الرياضي هذه والأخرى ربما تصدر في وهران المهم اثنين واحدة تصدر في بلاغ الرياضي واحدة باسم البلاغ وكانت عندهم لاناب لاناب هذه طبعا كانوا ديرينها طريقة للنهب كان خرج واحد من المهنيين لما اعطاولوا المنصب وتحدث على الذين نهبوا كان ماجر من بين الذين نهبوا ولكنه ما طولش هذا الاسم العربي ما طولش وأطاحوا به هو كان راح يقوم بعمل تنظيف وينحي الأموال اللي كان تهرب عن طريقة لابيبليسيتي وتعطى لمن لا يستحق ولا بيبليسيتي اللي كانوا يشروا بها الذمم ويخضعوا بها الجرائد ويخضعوا بها الصحفيين المرتزقة إلى آخره فهو حب يقوم بعمل مهني مشى بضعة أشهر ثم أطاحوا به انسى بأن لاناب في الحقيقة هذه وكالة الإشهار هي الكاروت هي زرودية هي طريقة الترغيب كان اللي رهبوهم كان العصى والجزرة كما تسمى كان الجزرة من بين الطرق اللي مروا على الجزرة هي لاناب فأطاحوا به واش يقولوا على هذا ما حسبوش على الفترة اللي كانت الجريدتين تصدر ما حسبوش على هذه هم عارفين بهذه الجريدتين تقريبا كاش ليقراهم وربما حتى جماعة اللي بيعوا السردين ما يستخدموهمش يعني من كثرة الجرائد اللي تروح عند جماعة السردين لا يقرأ أحد الجرائد هذه كل ما عرفوها أنها جرائد تابعة للعصابات اللهم إلا استثناءات هنا أو هناك قد تجد مقال هنا أو مقال هناك ما حسبوش على الفترة هذه كله يخذ فيها عشرات المليارات إنما قالوا أنه حتى لما وقف الجريدتين وما عادش ينشر كان مازال يدي في الببلي سيتي بمعنى ما ما يقدم ولا شيء يعني حتى الطريقة اللي كانت انتهف على أساس أنه ينشر بيبلي سيتي في الجرائد انتاعوا حتى لما توقفوا جرائده كم من ينهب حكموا عليه كم حكموا عليه الناس كلمته هما كانوا تكلموا في البداية إلى 300 مليار سنتيم لكن بعد خفضوها إلى 30 مليار خلونا نقوله فقط 30 مليار كم حكموا عليه عشر سنين أبدا خمس سنين أبدا عامين أبدا ست شهر ست شهر هذا أصلا إذا دخل ومبلغ هكذا صرف باش يردوا وهم يعلمون وأنتم تعلمون ونحن نعلم أن كاين أطفال صغار مراهقين سرقوا تليفونات رهما ضربين بسنتين ثلاث سنين سجن تليفونات موبيل كاين اللي حكموه سارق ربما مليون ليهو خمسين أورو رهما بخمس سنين حبس تسرق الملايير عشرات الملايير حتى لما نجو في إطار صراع العصابات أصلا نخوفوك ندلولك ست شهر محاد قاسمي اللي طالب بنهضة الجزائر محاكمة وراء المحاكمة والعقوبات بالسنوات ربح معجر اللي ينهب وظل ينهب مع جمعة بوتفليقة وطبعا مش المال فقط معروف الأرض اللي إخذاها في وسط العاصمة وقضايا أخرى كثيرة ست شهر هذا أصلا إذا دخل للسجن والله ما أهلك من كان قبلكم إلا أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد أي مو الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها القانون بغض النظر على مضمون القانون لكن القانون عندما ينفذ على الجميع يجب أن ينفذ القانون على الجميع إذا أردنا للناس أن تعتقد في القانون وفي دولة القانون وفي القضاء شعب جزائري لا يؤمن بالقضاء هذا يعرف أنه قضاء تعتلفون من قبل الآن كوارث لا أحد تقريبا في البلاد يثق في القضاء بالرغم قد يوجد قضاء مهنيين قد يوجد قضاء يحاولون يأدوا دورهم أو ينفذوا القانون لكن حتى هؤلاء القضاء بعضهم يسجن لأنه لم يخضع لأوامر نحن من المخابرات أو جنرال أو عقيد أو والي أو أي وحد كثير من القضاء عاقبوهم سجنوهم طردوهم حولوهم إلى أماكن وطبعا العقوبات هي تحويلهم إلى الصحراء حول الصحراء هو أنهم يرسلوا لها المعاقبين عن حق أو عن باطل من الموظفين وتخيل المعاقب عندما يرسل إلى الجنوب وهو يعتبر نفسه وكأنه في سجن وكأنه في أرماوه هناك كيف يتصرف معها البلاد اللهم إلا إذا كان عنده ضمير كانت عنده أخلاق لا أحد يؤمن بقضاء العصابة ولا بقانونها ولذلك البلاد تغرق لهم يعرفوا أنه اللي عنده الكتاف اللي عنده المعارف اللي عنده العلاقات في الغالب ما يسجن مرات تحدث وين يسجنوا بعضهم لكن من بعد تتبدأ الأمور شفناها هذا اليومين لما كان الأخوين كرمان عبدالوهاب وخوه وكانوا معنيين بشكل رئيسي في قضية الخليفة عاودوا فتحوا ملف القضية الخليفة باش يبرؤوهم كانوا حتمين عليهم عشرين سنة سجن حتى أن هناك من أخبرني وقال لي جاوا معا جاوا في طائرة مسؤول إيطالي أعتقد وزير خارجي الإيطالي كان زار جزائر في أفريل اللي فات فداروا عاودوا جمعوا الخليفة على أساس حكم ما حكم ما نشعرف باش يبرؤوهم وكان محكومة لامشرين سنة لماذا؟ لأن الفريق اللي يرهى الآن في الحكم من جمعتهم نصف العصابة في السجون نصفها مع تبو الآن أيضا ركم سمعتم هذه الأيام سجن هذا تعل الجيريين فيري هذا تعل البواخر هو موظف آخر ركن نشوفوا تفاصيلها أيضا رقاء القبض على مجموعة في قضية الشابين اللي ماتوا داخل الطائرة هذا كله تشوفوه وتسمعوه لكن من بعد إذا عندهم مش كون يدخل عليهم راح نيطلعوا إلى مناصب أعلى شفناها في كثير من الحلات ترجمة نانسي قنقر